أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمواصلة الجيش الإسرائيلي تحصين ممر ناتسريم الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين وفي تقرير لها أوضحت الصحيفة الأمريكية أن عملية تحصين هذه تكشف عن خطة إسرائيل لمبعد الحرب في القطاع والتي تتمثل في أعادة تشكيل وترسيخ التواجد العسكري الإسرائيلي هناك مشيرة إلى أن الممر يبلغ طوله أربعة أميال جنوبي مدينة غزة ويمتد من الحدود الإسرائيلية في شرقي القطاع حتى البحر المتوسط في الغرب